النهاردة زي ما قلت لكم في نجمة بيشرفنا في قناة نادي الاهلي وزي ما قلنا قبل كده لا للتعصر استضافنا ناس كتيرة قوي من نادي الزمالك وعلى رأسنا من فوق طبعا نادي الزمالك وكل عنديت مصر لكن انا بقول في الاول وفي الاخر ان الاهلي والزمالك الاثنين كيانين دول هم دول اساس كورة القدم في مصر من ساعة ما الناس وعيت عن كورة القدم كان اهلي او زمالك او زمالك واهلي عشان كده انا بنادي كن ان انا شايف الجمهور الفترة اللي فات يديت يعني الحمد لله احسن فيه تحسن مش احنا يعني مش مرة واحدة كده بناكواسين لا فيه تحسن ان كل واحد مركز مع فرقيته ونجع بفرقة تانية ونجع باي حاجة خالص وده المطلوب وزي ما قلت قبل كده تذكرتي عارفة مين اللي بيخش ومين اللي بيعمل شغب ومين اللي بيتكلم ومين اللي بيقول الفاظ خارجة عن الروح الرياضية العالم كله شغال كده الوقت فيه اسبت منع شهرين فيه ثلاثة وفيه ستة وفيه سنة وفيه بيتشطب واحد ما يخشش عاكن على خمسين او ستين الف متفرق في الملعب عاوزين الكورة ترجع زي زمان قول الزمان يرجع زمان وهيرجع الزمان كابتن غانم اهلا بيك يا كابتن مصر انا مبسوط ان انت معايا النهاردة الله يخليه محضر لنا ايه ده اللي احنا ان شاء الله لما نقعد نتكلم انت بدأت كرة ازاي فين هل بدأت زي كل لعبة مصر كلها في الشارع ولا مرة واحدة طلعت لقيت نفسك في نادي الزمالك ولا لقيت بساحة ولا طلعت لقيت نفسك لا بص يا كابتن مصر طبعا انا بدايتي تعتبر يعني ازاي بدايت اي واحد فينا كان في الوقت ده كان ساعتها الاندية بتعلن في الجرائد اختبارات وانا كنت من الناس طبعا المحبين والعشقين لنادي الزمالك في الوقت ده فلقيت اني كان فيه اختبارات وكان سن ساعتها 11 سنة ملعبتش في الشارع؟ لا كنت طبعا من احسن اللعبة في الشارع طيب ملعوز عرفته ملعبت في الشارع طبعا بدايتي في الشوارع وانا كنت عزب من شبرة من شارع توصن كمان وكان معايا نجم كبير في الوقت ده بس هو كان اكبر مني بكتير كابتن كمال عتمان يا سلام رحمة الله عليه ده كان معايا في نفس المنطقة وكنا بنعمل دورات كان ليك فرقة معينة اه كان دورات وكان الوقت ده هو ده الدارج الشارع ده لعب الشارع ده كان فيه شوارع بنلعب فيها اه المهم لغاية ايه معارض كده في مرة لدي الزهريك سنة قبل ما نروح نازل الزمال كده عملي حاجات كتير ده مهم مصد اه لا ما هنقول احنا مش هنروح بعيد يعني انت كان ليك فرقة وبتلف بيها في الاحياء اه هل كان معاك لعيبة كويسة ماكملتش معاك لا وكلهم كانوا كده من صاحبنا جوا اللي هو الشارع اه وكانوا كلهم يعني من ناس اللي بتلعب كرة كويس بس على مستوى المنطقة اللي احنا فيها المنطقة اللي انت فيها اه طيب انت كنت متفوق في الدراسة ولا كنت سين ناسين لا كنت متفوق جدا اه يعني وعمري اه لا 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 يعني مثلا انا افتكر انت بقى بعد ما كبرت وبتاعنا اللي وددك التربية الرادية دي اه اه وكنت كمان بقول لهم ويهتموا باني ده واقع اه 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 لا انا كنت من ناس اللي هي المميزة جدا في التراسة وتملي خدت يعني تملي اللي هي ايه المراحل بتاعتك كلها بدون اي تأخير لا وانت صغير كنت شاطر برضو ولا كنت مركز في الكرة كتير لا وانا انا كان البيت قدام المدرسة اه كان مدرسة اسمها العادة الجديدة ايوة فهمت ازاي فانا مثلا المرحلة اللي ابتده هي خدتها كلها من غير مشاكل حل والاعدادية نفس الكلام مش سنوية نفس الكلام طيب لما بيجي نتكلم كده ونقول البيت كان بيساعدك انك تتلعب في الشارع ولا كانوا يقولك لا الدراسة الاول وبقى لو لعبت كرة بقى تعالى قابلني لا انا اهلي في الوقت دهوة زي اي اهل برضو كانوا اه كانوا تملي ايه اللي ولاد اهم حاجة عندهم ان هو ايه يشوف ايه مستقبله مستقبله ايه اللي هو في الدراسة اه لكن انا كان والدتي ايه يعني كانت تملي لأي امهات تحب ايه ما تبقاش ايه بتخنق يا ولادها انا شايفاني بقى لعب كرة هما بيجي اندهوني تعالى لا اروح اه وفي نفس الوقت شايفة شاهداتي تملي بتيجي كويسة لما تم ابداء بالكرة مهتمل بمزاكري فمن هنا يعتبروا ايه من الاهالي اللي هما كانوا مساعدين ليه يا برد طيب انت وانت بتلعب كده في الشارع كده من اللي شافك وقالك ان ده هيبقى لعب كرة كويس او عايزين ناخدوا لأي نادي بس انا كان كل اللي هما في الشارع يعرفوا ان انا احسن واحد فيهم كان اي واحد يجي يحاول مثلا يعمل مباراة كوية او مثلا عشان يكسب فرقة يجي ايه يجبني بالاسم ويحاول ان هو مثلا ايه يديني حافز مثلا كان ساعتها مبلغ تب تبخوت جنيه تبخوت خمسة جنيه وتعالى معنا وتمشارك اه يعني من سورة في الدروس ملعب معنا اه لعم الشوارك اه اه ما فيش مدرب شافك وقال لك تعالى لا ما فيش لا ما فيش لا انا اللي روحت برجلي لنادي الزمالك انت اللي روحت ايه روحت ازاي ما انا بقول لك كان ما هو في الجراية التملل الانديها في الوقت ده بتعلن عن اختبارات صيفية مثلا في النادي كوي فانا قريت ونسألت لنادي الزمالك طالب بقى في الفترة دي اللي هو لعبة صغيرة تروح له فانا روحت لنادي الزمالك واستقبل لي كان وقتها كان الكابت الحمد الشرقاوي وانت دخل عن هاد الزمالك كده ايه كان احساسك لا اول حاجة احنا دخلنا من باب الخلفي الباب اللي ورا اه فمن هنا ايه وما شفناش مدرجات ولا حاجة ملعب ومدرب وناس كتيرة ايه يعني ايه كان عدد كبير بتاع اللي جاين اختبار عدد مهول مش كبير ما خفتش كده او فكرت كده قلت انا هروح فين في وسط الناس دي كلها لا خالص اه خالص اه انا كان اهم حاجة عندي ان انا هروح ويشوفوني بتاعنا دي ازاي بس طيب انت كنت من صغرك انا عنا قلتها في التاديم انت كنت اهلاوى ولا زمالكاوي ميولاك لا طول عمر زمالكاوي زمالكاوي غاني وكل ولادي حقق زمالكاوي لكن ما يمنعش ايه ان احنا ايه مكبرنا وبتاعوا تعملنا مع ده مع الاهل مع الاسماعيلي مش عارف ايه كل ده اه طيب مين اللي شافك اول ما قلتلي في الزمالكاوي كان الكابتل حماده الشرعاوي كابتل حماده الشرعاوي شافك انت كنت بتلعب مركزك ايه او انت هكتبت هجوم ولا بتحب الدفاع ولا بتحب لا ما كانش ليه يا مركز انا المهم ايه لأبسك الكورة اغزل ده افاصل ده فهم يعني احنا بقى مكبرنا عارفنا ان المدرب ممكن بعينه بعينه يقدر يشوف ده عنده قدرات واستعداد فمن هنا ايه كابتل حماده جايش شافني اني من النوعية دي اه لعبت بقى ايه اختارك تلعب فلوس الملعب اختار لنا وقتها عاد تلعب من اه وانا صغير من سن 11 سنة لكل مراحل النشئين عاديت على كل مراحل السنية دي كلها اه في وسط الملعب اه مين المدربين انت بدأت معهم من ان انت صغير وبدأت تتدرك تتدرك لحد اما وصلت الفريق الاول كان الكابتل حماده الشرعاوي طبعا زي ما انا قلت اول واحد وبعده الكابتل علي الشرف وبعده الكابتل رافض عطية وبعده الكابتل ناس عظماء كلها اه اه وبعده الكابتل كان هلال ادري وكان بعده الكابتل حليم سربيس الدور كانوا معرفين جدا في الوقت ده لغاية ما وصلت لغاية في الكبار كان الكابتل احمد مصر الله يرحمه كان هو بقى مدير الكورة وكان معاه ساعته برضو حماده الشرعاوي طيب وانت صغير بتلعب في المراحل السنية كنت انت بتحس انك متقلق وحاطت عندك عامل في نظرك كده او حاطت في فكرك ان انك هوصل للمرحلة ديت وهوصل لفريق الاول يعني هوصل لفريق الاول لا اهو بصك كابتل مصر الله هو الواحد برضو ما كبير عرف ان ده كان الصحة وكان اهم حاجة عندي ان انا بقى موجود مثلا في السن بتاعي ده سواء كنت تحت 14 او 15 المراحل دي كلها ان انا اكون موجود من ضمن قوام الفرق يعني من ضمن الاسسين بتوع الفرق وكنت من الناس وانا في نص الملعب كنت من الهدفين بتوع الفرق ان انا كنت امتاز جدا بالتصويق لا ده انا وانا كبار وانا حتى بلعب اه ليبرو زي ما انت كنت بتقول اه وكان ساعته لا في زيادة عددية ولا حاجة جبت قلت النادي دالي اه يعني ما هو ما فيه غيره اه يعني اه يعني اه طبعا يعني وانت 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 صغير بتلعب من مراحل السنينية انت بدأت من 18 سنة في نادي الزناني اه وانت بمراحل السنينية بتلعب كل مرحلة من مرحلة لما وصلت للمرحلة بقى انت ايه هيختاروك الفريق الاول مين كان ليه نظرة كده ساقيبة وقالك ان غنم سلطان ده هي في الحتة دي وهي اساسي في الفرحة لا الحتة دي بقى اللي هي الليبرو دي لا الوكلم انت ملعبت درجة اولا اه الحتة بتاعت نص الملعب وده هتوم لنشيئين كان الكابتن الله الرحمن عبد الرحمن فاوزي كنت مميز انت بقى في المشيئين اه كان عبد الرحمن فاوزي لا وكان معي خواجة وفاروق عفر اه وانا عوال لسه هولك الجيل بتاعتي محمود سعد والكواجة وفاروق